هذا وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بسيناء أن الدولة بذلت جهداً كبيراً لتطهير سيناء من الإرهاب خلال السنوات الماضية وذلك بالتوازي مع عملية التنمية الجارية على أرض سيناء ووجه مدبولي الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء على دورهم في مواجهة الإرهاب قرار الحكيم اللي أخده في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن عملية مكافحة الإرهاب تحصل بالتوازي مع عملية التنمية فبالتالي إحنا كنا بأن أربع خمس سنوات بنحارب الإرهاب ولكن في نفس الوقت ما توقفناش عن إنشاء المشروعات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عليها لأن لو كان التفكير الطبيعي والعادي إن إحنا الأول نقضي على الإرهاب ونبدأ بعد كده مشروعات التنمية كنا حنخسر أربع سنين لو كنا النهاردة عايزين نبدأ في عمليات التنمية النهاردة يبقى كنا حننفذ هذه المشروعات بدءا من النهاردة وتاخد وقتها وبتكلفة حتبقى أضعاف اللي تصرف عليها في خلال الفترة الجاية الرسالة النهاردة هذه المشروعات الحمد لله أنجزناها كدولة وبقت جهز أنها تخدم عملية التنمية في شمال سيناء مرة أخرى يعني أنا بتوقف هنا عند نقطة مهمة جدا بوجهها لكل مواطنين الشعب المصري بشكر كل أفراد قوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة والمدنيين من أهالي شمال سيناء ومن كل حطة في مصر اللي استشهدوا أو أصيبوا من جراء لعمال الإرهاب الغاشم اللي حصل على مدار الفترة السابقة واللي لولاهم مرة أخرى إحنا ما كناش حنبقى وقفين هنا وكلنا مع بعض في هذا المكان اشتركوا في القناة